رجعنا لحضراتكم معانا الاستاذ محمد من بنها. انا بحب اقولها بنها لانه ديت النطق الصحيح بتاعها. السيد محمد ازايك يا سيد محمد? ازايك يا دكتور ازاي حضراتكم? اتفضل يا سيدي. اه عندي سؤالين. اتفضل. اه السؤال الاول اه والدتي قبل كده من فترة يعني اه قالت ان هي هتوفي بندر وهي مش قادرة حاليا ان هي توفيه. طيب. اه عاوز اعرف اه ده لحد دلوقتي هيبقى حرام ولا لما تقدر ويبقى معها فلوس تعملوا باي وقت. اه السؤال التاني بالنسبة للبنات اه لبس البناطول الاستفادة بالنسبة لهم. اه هل ده تشبه بالرجال? ولا ده سطر? ولا ده ايه? عاوز افهم اي حاجة من السؤال ده. اول سؤال ان لازم اسألك لو هي مش هتقدر تتسدد الندر بعد شوية ولا مش هتقدر تسدده خالص? اه مش عارف يعني هي مش عارفة وقت ما يبقى مع فلوس مسلا ان هتقدر تسدده. خلاص لو هي ما تقدر لو توفي بالنذر ايه مش تسدد. اه ده اقدر توفي بالنذر بعد كده? خلاص ما تطعمش دلوقتي خالص. لكن هي اذا عجزت عن قيام بالنذر خلاص ساعتها عتعمل ايه? عتعمل البديل. بس هي دلوقتي يبقى معلقاش حاجة لغاية ما تحس بان هي مش قادرة توفي بهذا النذر. السؤال التاني بقى احنا ما عندناش حاجة اسمها في لبس المرأة ما عندناش حاجة اسمها صورة الثياب. احنا عندنا اوصاف الثياب. الثياب لا تكون بتشف ولا بتصف. يعني لا محزاها ونلزاها ولا في نفس الوقت بتكشف اللي وراها. تطلع بقى تلبس منطلون. تلبس جيبة. تلبس عباية. تلبس اي حاجة. بس اهم حاجة ان الاوصاف تكون في هذه الملابس. اهمة مسألة بقى ان هي تتشبه بالرجال تماما. الرجال في دول اخرى ما بتلبس. هو دول مسلمة على فكرة. ما بتلبس اصلا منطيل. وبتلبس حاجة شبه جيبة. اللي هم بيسموها الازار. فيبقى كده يبقى لو مرأة لابست الجيبة بيبقى تتشبه بالرجال. المسألة مش كده خالص. احنا عندنا التشبه بالرجال ان الواحد لما يشوف الست دي في بشكل معين هي راجل. هي راجل لابسة وحلقة شعرها وعمل. يعني شكلها كله بيقول ان هو ده راجل. هو ده تتشبه بالرجال. ان محدش في الرقم بينها وبين الايه? بينها وبين الرجال. ليه? المرأة في الطريق. المرأة في المكان. المرأة في اي حتة. لها مزيد من الاحترام والتقدير والرحمة والرفق بيها. فيبقى فيه خلل في تحركها وفيه خلل في وجودها لما تكون في حالة هذا التشبه. هو دي المسألة. ان المرأة عندها بتحتاج الى مزيد من الرعاية في المجتمع. فعشان كده التشبه مش قضية التشبه ان فيه حد بيغير خلق الله لان التشبه ما بيغيرش الخلق. لكن التشبه بيعمل خلل في الحركة في المجتمع. فعشان كده لازم نفهم ده. فلبس البنطان الواسع ده حرام? لا مش حرام. ازا كان البنطان الواسع يعني لا يصف ولا يشف? لا يجوز لان دوت ليس من قبيل التشبه بالرجال. وليس ايضا اه حرام لان فيه اوصاف الاستياب. خليل